اهلا بكم الى موجز اخبار الان يشن تنظيم داعش منذ يوم الاربع وحتى الخميس هجمات انتحارية بسيارات مفخخة واحزمة ناسفة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمدينة الرقة ما اسفر عن اصابات وخسائر واعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة انها فجرت سيارة مفخخة لداعش في حي البريد غرب الرقة يأتي هذا فيما يستمر تقدم قوات غضب الفرات في الرقة حيث تمكنت اليوم من السيطرة على مساحات كبيرة من حي حطين نقلت قناة السومرية التلفزيونية عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قوله ان اعلان تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش سيكون خلال ايام قليلة وكان العبادي قال الاربعاء ان تنظيم داعش اعترف بهزيمته بتفجيره مسجد النور التاريخي في مدينة الموصل كما اعلن قائد الشرطة الاتحادية عن تصفية عدد من عناصر داعش في المدينة القديمة من الموصل اعلنت الخارجية الروسية انها على يقين بدرجة عالية من ان زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي قد قتل وكانت وكالة انترفاكس للانباء قد نخلت سابقا عن جينادي كاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله ان روسيا لا يمكنها تأكيد مقتل زعيم داعش ابو بكر البغدادي بضربة جوية في سوريا الشهر الماضي ذكرت وسائل اعلامين امريكية ان مقاتلات التحالف الدولي في سوريا وجهت تحذيرا لطائرة حربية سورية كانت تحلق فوق منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية واجبرتها على الابتعاد عن المنطقة واضحت الولايات المتحدة ان طيران التحالف الدولي رأى ان المقاتلة السورية كانت تنفذ مناورة استعدادا لقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية فاستعرضت طائرات التحالف الاسلحة الموجودة لديها وقامت بمناورة تحذير وجهتها وحلقت مبتعدة حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي دكتور انور جيرجاش مطالب دول الخليج ومصر لانهاء مقاطعتها لقطر ومنها وقف دعم الدوحة للارهابيين والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا واقليميا وقال دكتور جيرجاش صحيفة الحياة انه اذا ارادت قطر العودة الى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون مشيرا الى تمويلها التطرف حركات ارهابية في سوريا وليبيا واحتضانها شخصيات محظورة دوليا قتل خمسة اشخاص واوصيب عشرة بجروح عندما صدمت سيارة مفخخة بجدار مركز للشرطة في جنوب العاصمة الصومالية مقديشو بحسب وزارة الامن واعلنت الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن التفجير في بيان نشره موقع سايت لرصد المواقع المتشددة فيما ذكر شهود ان الانفجار اثار حالة من الفزع في الشارع الاكثر نشاطا في العاصمة والذي يقع مركز الشرطة بجواره الى اللقاء اشتركوا في القناة